يعني هم حددوا بناء ان فتحوا الكتاب شافوا اللايحة بتاعت اعتداء لاعب على لاعب بدون كرة ايه مبارتين وعشرين الف جديد حطوها نادي بيرامد من حق انه يتظلم اكيد فنادي بيرامد تظلم على العقوبة وقال لا انا العقوبة دي شايفها مش كافية فانا عمل تظلم عليها فاللجنة الانضباط حتى انعاخد وتقول والله لأ هي احنا شايفينها كده كده كافية ونسبتها او نخليهم اربع مباراة او تلت مباراة فانا اقولك عشان كده القصة خلصت اللي ما خلصتش هي هوجة السوشال ميديا وما خلصتش لسبب ان فيه ناس مش عايزها تقلص وفيه ناس مبسوطة بالقصة وفيه ناس ناجد لقت فرصة رائعة لتشويه الشحات والتخليص عليه هو ده فكل ما تيجي النار تهمد يتحطلها نقطتين منزيل طب ده يعني اغتيال لمعنوياته دي قصة سوشال ميديا اوعي تركزي قوي مع السوشال ميديا وتخليها تبقى هي المرآة بتاعت الواقع انا مش هروح للسوشال ميديا بس ليه مسؤولين بيروميدز اعلنوا انهم هيوصلوا الموضوع للقضاء فرصة لإيه فرصة لإيه فرصة لاستثمار الموضوع للتسويق لا مش تسويق ما عرفاش تسويق فرصة لاستثمار الموضوع انا جايلي حاجة عالتبطاب هده يعني جايلي عالتبطاب فبحاول استثمارها اكبر استثمار وحقهم على فكرة في قانون في مصر والدستور في مصر بيسمح بحق التقاضي للجميع ويكفر حق التقاضي للجميع بس انا بقولك رأيي المتواضع مع المستشارين والسادة المحامين والقضاء اللي احنا استضفناهم ومبركة مع المشارة هيثم عباس المحامي الشهير على الهواء وقال انه هذه الواقعة لا تخضع لأحكام القضاء وانها تخضع لكل قوانين الرياضة وساحات الرياضة عشان كده رابطة الاندية والتحاد المصري ظن ان لم يكن التفاق الرأيي انه ستحفظ القضية او براءة من اول جلسة علشان كده سألتكم ليه اعلانوا يعني انت عارف ان انت بعيدا تماما عن ساحة القضاء فانت ليه بتعلن ان انا هوادصال الموضوع للقضاء السوشال ميديا ولا السوشال ميديا تأثيرها رهيب سرها باتع لما تدخلك في الضيلمة وفي الهوجة صعب بقى ان انت ساعتها تركزي كده وتشوفي ايه الصح وايه الغلط وتهدي ما بتخلش في هوجة الدوشة بتاع السوشال ميديا طبعا بتصحبك وراه اصلا انا عمالة بس اقل نفسي ده راجل اقرب بخطأه واعتذر وقال انه خطأ جاسيم مش خطأ لليه حتى لو ما اقررش يعني هو طبعا على فكرة من شية من رجال انهم ما يعتذروا بالزبط ومن فضاء للناس انها ما تتكبرش لا ما تتكبرش على الخطأ وانها تعترف به وتعتذر عنه ومع ذلك انا قلت انه ما اعتذره لا يجب انه العقوبة تلغى لازم العقوبة تقدر موجودة علشان يتعلم من الخطأ الفكرة كامل في النادي بتاعه لكن ما داريش وقال لا بالعكس انا بقى ادارة الازمة في الاهلي ممتازة وسلوك اللاعب بعد اقراره بالخطأ والاعتدار مرة واثنين وثلاثة ده من شية بالرجال المحترمين يبقى بقى القصة التانية انه الوقعة خلصت لكن السوشال ميديا مش عايزها تقلص تمر امين عندك كلمة تهمس بيها في اذن حسين الشحط لا لا صحيح والله علشان انا مش عايز ادعي الفضل ومش عايز ادعي الحكمة الراجل عمل بعد الخطأ عشان ما يبقاش كلامي مفصل غرض الراجل عمل بعد الخطأ ما يجب ان يعمل كلنا ايه خطأون وخير الخطأين التوابين التوابون كلنا كلنا خطأون وخير الخطأين التوابون يعني ده كلام ايه ده كلام دين انه ما فيش حد فينا ما بغلطش بس احسن حد فينا اللي بيغلط ويقرب غلطه ويرجع عنه ويعتذر عنه وهذا هو ما فعله الشحال الشيبي لم يقرب خطأه حتى الان مصبوط ما سمعتش قال انا او حتى بليش انا بس راسه قبل ما يمشوا من المكان اللي هم فيه ده ما كانش كافي بالنسبة له بالنسبة للشيبي انا رأي انه كان كافي وانا ذعت اللقطة دي ولو عندك انا السورة دي هاتها اللي هي صورة الشيبي هو بيدحك لما حسين الشحات كان بيبوس راسه في الكوريدور اللي قدام غرفة الملابس الشيبي كان بيدحك يعني وشه مبتسم وبيدحك ولو الصورة موجودة هتجيبها يعني سامحه ده العقل بيقول كده يعني اللي يشوف الصورة لواحد قلت فيه فجي لحد عندي ودور علي وقال لي ما تزعلش حقك علي وكمان اممي على رئابتي ونزل على راسي وبس وقال لك ما تزعلش مني ياشيمي والوش اللي احنا شفنا ده بيقول انه متقبل بزفت واحد بيدحك ده انا هقولك حاجة اكبر كمان تدلك على انه مش بس سامحه ده كمان حاجة تدل على انه في حاجة حصلت ما بينهم ضحك ووشه تهلل فده معناه انه سامحه عشان كده بقولك انه غالبا بعد المطش وتاني يوم في حد سخن الشيبي مم من دليل الشيبي ايه بعد المطش سافر السعودية كان يعمل عمرة صح ايه ورقع مصبوط ايه اللي رجعه يعني هو لو هو وبتنرفزه وبتاعه بجعب ايه كان لغى الرحلة وقال لك انا قاعد بقى لحد ماكن حقي مصبوط بس ما حصلش الشيبي ادباس ادباس ادباسة راسه وضحك وتاني يوم لم شنطته وطلع عالسعودية وصل للسعودية ده معناه انه هو خلاص ايه سامح ونسي حد بقى اكلمه قال له لا تعال ارجع ده احنا هنولع القصة خلاصة الموضوع بالزبط طبعا انت بتحضن شايفة انا مش شايفة طبعا ده وش حد زعلان او ناوي اعلانية مش قابل العزر انا بس اقلك دولئتي احنا ملاش علاقة بالنيات ملامح ولا طبعا اهو صح ملاش دعوة بالنية دي ملامح واحد راضي مش قابل العزر ملامح واحد راضي او عايز ينتقم او عايز يرجع ويولع الدنيا وكده لا بالعقل صح انا بقولك بس بالعقل ده وش حد خلاص يا حبيبي عفو الله عما سلام مظبوط وقابل اعتذارك يبقى في حاجة غلط حصلت بعدها تم شحنه بشكل معين من الناس خلته يرجع ويقطع عمرته في السعودية ويقولك انا هعمل مش عقل ايه خلاصة القصة دي اضيفي الى ذلك ان الفيديو بقى بس الحسن الاسف ما عندناش حقوق بف بس الفيديو موجود على الموقع التواصل للفيديو ساع واليوتيوب وقت ما الشحات دخل وقال له حقك علي يا شيبي ومش عقل وبس راسه الشيبي قال جملة موجودة في الفيديوهات الشيبي قال جملة قال ايه ايه قال له يا سيدي زوجتك والدتك على راسي ده معنى انه كان فيه كلام عن الزوجة والأم الله أعلم انا بقول اللي سمعته ماليش علاقة باللي ما سمعتهوش انا اللي سمعته وقتها وهو بيقول له حقك علي يا شيبي وبيخل راسه وكذا والشيبي بيتحك زي ما شفنا كده في الفيديوهات اللي تبثت مكتوب كده زوجتك والدتك على راسي يا شحان كانت ترخيل الشيبي انه بيقول كده بس ده معنى ايه ان فيه حاجة خلته يقول كده بس ما هو يعني هو سوائل بس الرجل اللي أخطى أقر اتعتذر اتعاقد هل يتم اختيال معنويات حسين الشحان ما خلاص انا قتلك قصة انتهت لا حسين الشحان تعيب كبير وحيعرف فيه مسك نفسه وجمهور الأهلي بيدعمه بعد ما رجع عن الخطأ واعتذر وبعد ما تعاقد كمان وعمل الصح عليه واعتقد الجمهور للأهلي كمان للأهلي يقصوا ولا يذبح يعني يقصوا على ابنه حماية لابنه بس بعد ما اختقدت العقوبة هتشوفي كل الدعم لحسين الشحان فترة الجامعة للأهلي طب وهو احنا النهاية ايه بقى في مبارات بيروميدز والأهلي كل ما يتقابله لازم يكون فيه شد وجذب تأهب حوارات ده حتى القمة ابتدت تفقد رونقها قدام مبارات الأهلي وبيروميدز يعني ليه ايش معنى المبارات امتى هتنتهي بقى الحوارات دي لن تنتهي لن تنتهي ها والله لن تنتهي انا اعتقد انه هذه التوابل سموها بقى انتو بسبب حاجات كتير قوي قوي بس هذه التوابل ستظل قائمة ما بقي بيروميدز في الدوري لانه لانه ايه لانه تيراميدز اتعمل عشان الاهلي عشان التوابل دي يعني اه اه